بداية لو نتكلم عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ماذا يحدث؟ وطبعا التطورات ما زالت مؤسفة للغاية على الرغم من موافقة حركة حماس بالأمس على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمساعي مصرية حسيسة إلى جانب التعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية طبعا موافقة حماس جاءت بعد مشاورات عديدة وبعد جهود مصرية مضنية خلال الفترة الماضية من أجل حقن الدم الفلسطيني في المقام الأول مصر هدفت في هذه الجولة من المفاوضات أن توقف نزيف الدم وأن يتعرض سكان غزة في منطقة رفح الفلسطينية تحديدا لأدوان إسرائيلي جديد كان من الممكن أن يحدث جارثة إنسانية إذا ما استمر وعلى الرغم من ذلك بالأمس شهادنا أنه على الرغم من موافقة حركة حماس إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت مستمرة في عدوانها على منطقة رفح ولم تلتزم بما كانت الولايات المتحدة تطالب به بضرورة إزعان حركة حماس للمفاوضات والموافقة على هذا الاتفاق الذي يبوزل فيه جوة كبيرة فطبعا ما زالت المعاناة مستمرة ولم يتوقف نزيف الدم الفلسطيني حتى الآن على الرغم من أن هناك جولة أخرى واستمرار المحادثات ستجرى اليوم مع وصول المفاوضين إلى القاهرة وإرسال إسرائيل وفدا سيفاوض بنفسه خلال هذه المرحلة طبعا هذه المفاوضات من الممكن أن توقف نزيف الدم وهي على ثلاث مراحل المرحلة الأولى حوالي 42 يوم وفقا لما تصرب من وسائل الإعلام المرحلة الثانية ستكون مرحلة شبه توقف دائم لإطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المرحلة الثالثة سيكون فيها انتهاء لهذه الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة طبعا هذه الاعتداءات حتى الآن أصفرت عن حوالي 35 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال 78 ألف جريح إلى جانب ما بين 7 إلى 8 تلاف مازالوا مفقودين أو تحت الأنقاض لم يتم استخراجهم إلى الآن على الرغم من المحاولات الحسيسة فضلا عما كشف مؤخرا من وجود مقابر جماعية وبعض الفلسطينيين تم دفنهم أحياء وفقا لمصادر في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تعمل الآن على استكشاف هذه الحقاق وبعد انتهاء الحرب ستتكشف المزيد من المقاسي التي مورست على قطاع غزة والتي بالفعل يندى لها جبين العالم وأصبحت الآن محل استهجان من كاف الدول العالم